لو كان عندنا كثير منه وهو من طيار اليساري لو كان رأي الأمور تبدلت رح نحكي لكم عنه دقيقة واحدة يعني ربما نختم بها الحديد أو قبل ما نحدث كان شيء آخر لكن نحكي عليه دقيقة واحدة وهو الصادق هاجرس صادق هاجرس طبيب وثائر مجاهد جزائري من الساعات الأولى وهو من موليد 1928 لما في 1744 لما كان عمره 16 سنة يعني قبل كم قبل سبعة وربعين ربعة وربعين أنا في 2021 سبعة وسبعين سنة مناظل منذ سبعة وسبعين سنة مناظل نزيه يختلف معك في الرأي أو في الفكرة أو في الطرح هو من اليسار وكان يرأس الحزب الشيوعي الباكس في في الـ 91 فيما أعتقد ورفض الإنقلاب مثلا أنا مرات قلت للناس آه أنت أملأ لإنقلاب لك لا الإنقلاب مهم إذا كنت تقول لنا ديمقراطي إذا كنت تقول لنا ديمقراطي وتمشي مع دبابات العسكر وش بقات ورا هي ديمقراطية اللي تحميها دبابات العسكر أو اللي تجي ورا دبابات العسكر مش حتى تحميها تجي هي تتخبم ورا ما وقالها مهري قبل رحمه الله قبل عشرين سنة قال لهم الديمقراطية التي تحميها الدبابات هي ديمقراطية مريضة أخونا صادق هجرس قال لهم لا لا فلذك الوقت في الحزب الباركس شيوعيين جزائريين قال لهم لا ما نقدرش نمشو مع الدبابات راح تتحنى جميعا احنا نعارض الفيس إيديولوجيا سياسيا نعارضه في كلش لكن ما نقدرش نمشو مع الجنرالات راهم راح نسحقوا البلاد راح تتدمر الجزائر شكون اللي كان عنده حق أصحابه اللي يمشاوا مع الدبابات مثل هاشمي الشريف اللي خلفهم بعد والله هو شكون اللي كانت عنده النظرة العميقة شكون اللي عنده حب البلاد وحب العباد بغض النظرة السياسة نستختلف فيها والإيديولوجيا نستختلف فيها طبيعي جدا وكوما يكونش اختلاف السياسة وفي الإيديولوجيا وفي الأفكار وفي اللغات راهم ما يقوليش بشر تخيلوا نو اللقاء احنا صورة لبعضنا بعض هون ناس تكره حياتها وانت تشوف صورتك أو تشوف شكلك أو تشوف لغتك أو تشوف فقط تمشيش تنوح هذا راهم رحمة كبيرة ونعمة كبيرة فهو كان من الذين عارض في الوقت الانقلاب أنا لما شفت اسمه قلت خلاص وين مثلا صدق هاجرس إذا وقع في هذه الظروف فيعني أنا الشي جميل وفي الفعل لما قرأت المقالة على السريع يعني نقيت أنه كلام يعني جمالا لا يختلفين الناس ربما يختلفوا كلمة أو كلمة لهذا مش مشكل طبيعي في 95% أنا أرى أنه بيان جميل من وجهة نظري على الأقل حياهم الله ونتمنى أن خلطنا ينسبوا نفسهم للتيار الديمقراطي أو اليساري أو الشيوعي أو الاشتراكي أو الليبرالي أو أي تيار أو الإسلامي اللي ينسبوا نفسهم إحنا قلنا فيما يخص نحن دائما قلنا إحنا نحن مسلمون نقطة إلى السطر جزائريين مسلمون نقطة إلى السطر بسرعة الناس اللي مدام راهي كاين من برات قوالب وراهي الناس منسوبة لبعض هبعض كونوا ديمقراطيين فقط هذا ما نطلقون لكم كونوا ديمقراطيين بالمعنى الحقيقي حرية التعبير حرية التفكير رأي الآخر لا لا يلغاء للرأي الآخر حرية التظاهر حرية الإعلام قضاء عادل دولة قانون كونوا ديمقراطيين سواء ديمقراط هذا ما نقول لكم باش ما تغيب لكمش كثير كي تغيب لك أرجع لمبادة ديمقراطية وشنا أخف عندها